السلام عليكم يا هلا وسهلا فيكم من جديد في فيديو اليوم بتكلم لكم عن تجربتي مع سماعة سوني صاحبة أطول اسم في تاريخ السماعات واللي ظاهر قدامكم الآن ولكن بنكتفي ونقول إنها رابع جيل من فئتها فخلونا نتعرف عليها ما بعد بدون ما طول كلام رح أبدأ أتكلم عن التصميم وأتكلم هنا عن خامة البلاستيك شخصيا ما فضل البلاستيك كنتمنت أنه تكون في مواد تصنيع ثانية غير البلاستيك لكن هنا تيجي بكل تأكيد صعبة الموازنة بلا التقنيات والماتيريالز المستخدمة في هذه السماعة أو نبدأ نقول عنها مواد التصنيع فمن الصعب أن الشركة تقدم تقنيات قوية وفي نفس الوقت تقدم مواد بجودة عالية والسعر يكون في متناول يد الجميع وشفنا هذا الموضوع مع سماعة أبل الأيربودز ماكس وشفنا كيف ضخت فيها تقنيات وأيضا نتكلم عن مواد التصنيع يتحسك أن المنتج اللي بيدك فعلا منتج متقن ولكن يظل عيبة سعرها فلو كان أقل من السعر الحالي ممكن نشوف أنه فيه اهتمام أكبر فيها خصوصا من الناس المهتمة في هذا المجال بالنسبة للعزلة السماعات أمانة كان جدا ممتاز ما شفت على أي ملاحظات وطبعا أول ما اشتريتها كعادة أي منتج نستخدمه اليوم لازم نعطيه فترة بحيث أنه هذه الفترة الذكاء الاصطناعي رح يدرس استخدامنا ويشوف الأمور رح نقدر نسويها بحيث نقدر يتعرف على طبيعة استخدامنا وبعدها يعطينا أفضل نتيجة ممكنة بناء على الأوضاع اللي دراساتنا الاستخدام عني أنا اشتريتها هنا مسافر فقدرت أمر بعدة أماكن وأوضاع كثير وتقريبا على نهاية السفرة طلع لي إشعار بأن السماعة تعرفت على 14 مكان تقليبا زرته من الصاخب ومن الهادي إلى آخره ومن خلال هذا التتبع قدرت أتعرف على هذه الأماكن وكيف تتعامل معها والآن طلع لي برضو إشعار مرة ثانية يسألني إذا أنا حاب أن أخليها تكمل في مسألة التتبع أو أني أوقفها إلى هذا الحد قدامكم وتضمس الكشاحن بالإضافة لهذا القطعة واللي راح تمكنك من ربط السماعة بشاشة الطيارة بحيث أن تقدر تسمع من خلالها ولما أقول عملية يعني راح تقدر تمشي فيها وتروح وتجي وتتكلم مع الناس بدون ما تحس أن أنت شايل همها أن تتنزلها وتلبسها والكلام هذا كله لأن السماعة من حالها بمجرد ما تتكلم مع أي شخص قريب منك راح تستجيبه بشكل جدا سريع ولما أقول جدا سريع هو فعلا جدا سريع راح تتخذ إجراءه واللي هو بكل بساطة تخفيض قوة العزل اللي راح أنت تكون مستمتع فيه فمثلا مستوى العزل الآن عندك عالي جاء شخص كلمك مباشرة راح ينزل مستوى العزل للمستوى اللي راح تقدر تسمع فيه المقطع الصوت اللي أنت مشغله وفي نفس الوقت راح تقدر تسمع الشخص اللي قدامك فهنا أتكلم عن الاستجابة السريعة وهنا ترى أتكلم عن إمكانية تخصيص هذا الوضع فمثلا لو كنت تجالس في مكان وانت عارف أنه هذا المكان حد للسماعة أنه والله أنا في مكان جالس إذا جاء شخص كلمني وتفاعلت معاه ينزل مستوى العزل ولكن بعد 15 ثانية من نزول العزل يرجع بشكل طبيعي العزل الكامل حتى لو أنا ما نهيت النقاش فعندك أنت أربع خيارات الخيار الأول أن أنت توقف أو تخفض العزل لمدة 15 ثانية الخيار اللي بعده نص دقيقة الخيار اللي بعده دقيقة واحدة والخيار اللي بعده أنه أنه أنت السماعة فقط راح تخفض العزل وإمكانية رجوع العزل لمستوى الأصلي راح تسوي أنت بنفسك بعد ما ينتهي الحوار ولو افترض أن أنت من تحب أن السماعة تتعامل بهذه الطريقة وتنزل الصوت من حالها وترفع من حالها فبكل بساطة اللي راح تسوي أنك أول ما تقابل شخص تنزل السماعة من على إذنك وبشكل مباشر راح توقف المقطع الصوتي هذا الحل الأول الحل الثاني أنك توقف المقطع الصوتي اللي أنت مشغله عن طريق ضغطتين متتالية على الجزء اللي يدعم اللمس من السماعة فبالتالي بمجرد متضغطتين هذه راح توقف معاك المقطع الصوتي وأتكلم طريقة تشغيله مرة ثانية بنفس الطريقة الجزء اللي يدعم اللمس هو الجزء اللي موجود على يمين السماعة وأتكلم هنا عن تقريباً ثلاث اختصارات بإمكانك تسوي من خلاله أول اختصار لو سحبت لليمين أو اليسار في هذه النقطة راح تكلم عن مسألة أنت تجيب المقطع الصوتي اللي بعده وترجع المقطع الصوتي السابق هذه النقطة النقطة الثانية مسألة رفع الصوت وخفضه وبإمكانك تسويه عن طريق رفع صباعك الفوق وأيضاً أتكلم التحد لكن ما شوف حقة الصوت عملية لأنه أنت لما ترفع الفوق أو تنزل التحد أنت يعني تتحكم في شريط واحد من الصوت فمثلاً لو كان الصوت على أقل شيء وبترفع الأعلى شيء لازم ترفع بصباعك أكثر من خمسة مرات فشوف أنه ترفع من الجوال المسألة عملية أكثر من الأشياء الجميلة أيضاً أن الأشخاص اللي حولك ما راح يسمعون الشيء اللي أنت مشغله إلا في حال كان الشخص لا صق فيك يعني لدرجة جداً قريبة وفوق كده أنت ترفع الصوت على الأشيء في هذه الحالة ممكن يسمع صوت طفيفي إنه ما صوت عالي أكثر مسألة ما راح تشيلهمها في هذه السماعة مسألة البطارية فالبطارية راح تعطيك تقريباً استخدام لمدة 30 ساعة للشحنة الوحدة وأتكلم أيضاً إذا شحنت السماعة 10 دقائق راح تعطيك استخدام 5 ساعات متواصلة فبالتالي أتكلم هنا عن قوة في البطارية ما راح تشيلهمها أبداً ولا راح تحس أنه في أي مشاكل تواجهك بخصوصها عيبة السماعة الوحيد هو عدم مقاومة هل الماء بأي معيار من المعايير اللي احنا نعرفها فبالتالي ما تصلح للنادي ما تصلح للأجواء الماطرة لازم تنتبه لها وتحطها في مكان بعيد عن هذه الأمور وله هنا تقريباً نكون وصلنا لنهاية الفيديو السماعة تقريباً سعرها 1400 ريال لدى أغلب المتاجر عندها في المملكة العربية السعودية وأتكلم عن اللون المتوفرة لها أتكلم عن اللون اللي معاي تشوفونه قدامكم وأيضاً أتكلم عن اللون الأسود فإلى هنا أكون وصلت للنهاية أتمنى أني ما أطلت عليكم ونشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية وفي أمان الله